اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وما زالت على فراش المهد ولكني أحيي مجمع القاهرة ودمشق والعراق والأردن فقد كان لها قدم صدق ومقعد صدق ولسان صدق على الترتيب الذي ذكرته وثمت مجامع في بلدان أخرى أمضت سنين لا أريد أن أسميها لأنك ستدهش حين تعلم ذلك وربما كان أحدها في بلدك وأنت لا تدري وسبب تخلفها أنها أنشئت في عصر الشبكة العنكبوتية بطريقة المجامع السابقة التي وضعت قدمها وذا عصيتها قبل أن تبذعر هذه الوسائل العجلة فلا هي اكتسبت جلال تلك المجامع ولا هي سايرة الزمان ولكأني بتلك المجامع أو بعضها أسس بنيانها لإرضاء أو إسكاة الغيارة الذين تنادوا بتشييدها وإذا كانت خدمة العربية غير محصورة على إنشاء مجمع فإن بلادنا المملكة العربية السعودية هي الأولى في نشر اللغة العربية وحراستها ونفع العالم وذلك بمعادلة سهلة ضرورية هي من خلال نشرها للكلام العربي المبين الذي هو كلام الله طباعة وتلاوة وتفسيرا ومسابقة وكراسية وإذاعة وقنوات ومن خلال العناية بكلام أفصح من نطق بالضاد هذا هو العمل الأول الذي لا شيء يسبقه وهو الذي لا يحسب له الغافلون حسابا وذلك هو قدر الله الشرعي المرضي الذي بنى مؤسس هذا البلد الطاهر منهجه على تطبيقه وأمر الله الشرعي محاط بأمره الكوني الضامن لحفظ كلام الله تعالى الضامن لبقاء اللسان العربي وأما الأعمال التي هي من دون ذلك فكثيرة ولكن السؤال الكبير أين مسؤولية الأفراد الذين حملوا الأمانة ثم لم يحملوها وحملوا أسفار الماجستير وأطاريح الدكتوراه الذين لم تسفر هممهم إلا عن انطراح وخمول وونى هذا إذا سلم الجاد دون من تطنزهم وعبثهم ومن هنا قام مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية الفضائي انطلاقا المكي بناء وإشراقا المتفرع بعون الله آفاقا السعودي بتوفيق الله أصلا وأعراقا لينذر من كان له قلب غيور على لغته وليدفع من كان له كلب عقور لينهش به جسد العربية الأغر والله المسؤول أن يكلل العمل بالإخلاص والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر